السلام عليكم. ازايكو يا جماعة. النهاردة ان شاء الله هنقدم حلقة مميزة جدا ومهمة جدا وبناء على طلب ناس كتير. ازاي انزل ويندوز ازاي اصطب ويندوز. ممكن يكون البعض مننا بيعرفوا البعض التالي او البعض اللي يعني ما بيعرفش. فبالتالي احنا هنشرح بالصوت والصورة ازاي انزل ويندوز. طبعا هيبقى شغلنا على ويندوز تين. ليه النقطة دي? عشان في ناس كتير جدا بتبقى اللاب بتاعها معرض لحد في سايبر مثلا يطلع على الداتة اللي فيه. سواء اه شغل. سواء مثلا الداتة دي صور شخصية. معلومات. فبالتالي اه دي نقطة. النقطة التانية اللي انا اه مش هقول اوفر فلوس ولكن اعلقى في امان. دلوقتي النسخة بتاعتي وعت اصطبها. ليه استنى يوم ويومين واروح مسلا لسايبر او اروح لمركز سيونة يقول لي طب تعالي بعد يومين. تعالي بعد اسبوع. مش فاضي. ينزل لي نسخة مسلا من فيروسة مش كاملة. مش معرف كل التعريفات فيها. اه فبالتالي دي نقطة مهمة. اه قبل بس ما ناخ فاصل ونروح. نعملي طبعا. انا بس بطلق منكم طلب صغير. الدعم يا جماعة بعد اذنكم. انا عايز شير وعايز سابسكرايب وعايزين نوصل لأول الف سابسكرايبرز. اه 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 اتو عارفين صدكة العلم هو نشره. فانا بحاول يعني قدر استطاعتي وانتو ان شاء الله معي بتحاولوا بيدعموكم لي باللايكز وبالسابسكرايبرز وبالشير. اه اه هناخد فاصل سريعا ونرجع تاني. رجعنا لكم يا جماعة بعد الفصل. اه ودلوقتي اهو احنا على الدسكتوب هنقول ازاي بقى بنبدأ نباوت الويندوز بتاعنا. طبعا اللي احنا اضطرها بنقولها زي سيفين ويت وتين. تمام? لكن احنا هنشتغل على ويندوز تين. بنفتح طبعا دي الفلاشة بتاعتي. اه حفرمتها. اه عشان تبقى فاضية. لازم بفضي يا جماعة الفلاشة. لو عليها اي حاجة لازم تتفرمت. اوكي? اه اتفرمتها بقى على اي نوع مش هتفرق. فاتنو تأتيين او انتي اف اس. وهنا في سميها اي حاجة. انا مسميها ويندوز تين. وبفرمت اهو. بحيس تبقى الفلاشة فاضية خالص. ومعليهاش اي حاجة. بعد كده زي ما انتم شايفين ده الويندوز طبعا انا الويندوز تين اربعة وستين. عشان انا الرامة بتاعتي اكتر من اربعة جيجا. اي حد عنده رامة اكتر من اربعة جيجا بيسطب اه الويندوز اربعة وستين طب لو اقال لي من اربعة جيجا يبقى تنين وتلاتين. ودي نقطة مهمة جدا. عشان ساعات اجي اسطب ويندوز غير متوفق معايا. بحس الجهاء مش بحس ده بالفعل الجهاز بتاعي بيبقى تقيل. تمام? بعد كده يا جماعة البرنامج ده. ده اللي احنا هنستخدمه عشان نعمل حاجة اسمها بوت. تمام? آآ بضغط عليه بفتحه. طبعا بختار الفلاشة بتاعتي. نفعاش اي مشكلة. ويه باجي بقى هنا يا جماعة على ده او تمام? عشان ايه? احدد بتاع مين? بتاع الويندوز بتاعي اللي هو ويندوز تين. طبعا انا كنت احطه فين? حطه هنا في البرتشن دي. فبعمل عليه واقول له اوضغط عليه وابدأ بقى اقول له تمام? وطبعا بيقول له كليك اوكي? بقول له طيب تمام. وبستنى يا جماعة الوقت ما يبدأ يعمل لي عملية الويندوز يعني على الفلاشة بتاعتي. تمام? زي ما انتم شايفين. بستنى بقى يا رقيت ما ايه ما بتخلص خلص لوحدها. وعملية هي شغالة. تمام. وهي يعني عملية بسيطة مش مش صعبة يعني. عملية اللي هي للنسخ دي. بتاخد مسلا معي سبع دقيق حسب جهازي عشر دقيق. وكده بتبقى الفلاشة جهزة بقى اللي انا ابدأ ايه? آآ اسطى بالويندوز. خلص كده يا جماعة بقيت النسخة يعني جهزة هي. تمام? كل اللي اعمله بقى اللي انا هبدأ اعمل لجهاز الكوميتر بتاعي. وزي ما انتم شايفين. وانا بضغط يا جماعة. اخط بالي. لما اعمل للجهاز. ادوس على تمام? او على اف اتنين. او اف اتناشر. تمام? عشان اخش على البوت. وابدأ اقول له خلي عندك. يبقى الفلاشة. عشان دي نقطة مهمة. عشان ما يخش ليش تاني على الويندوز. بس هو طبعا باجيب على اجزيت وبقول له اجزيت آآ تمام? طبعا بقول له يس. وبعد كده يا جماعة هوا. بابدأ اختار بقى اليو اس بي اللي هو الديسك بتاعي. تمام? وآآ بختاره. بعمل عليه السلكت بالاسهم. وهنا روح دايس انتر. هيبدأ بقى هو ايه? يخش لي على البوت. وما فيوش اي مشكلة هون. تمام? تمام. هي الحكاية كلها بسيطة وسهلة. بس هي عملية ايه? جرر في البداية وعملية تعاود. بيبدأ هو يا جماعة يحول معي. طبعا هنا ممكن اختار اللغة بتاعتي او ما اختارهاش يعني مش هتفرق ممكن باختارها من جوة. فيش اي مشكلة خالص. تمام? وبعد ما بختار اللغة بقول له ناكست. وبعد كده ناو. وبعد بقى آآ آآ ممكن اقول له يا جماعة اللي هو دلوقتي يعني. وبعد كده اني بقى اكتف النسخة بعدين عادي. يعني اضغط آآ 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 برو داكت كي. تمام? لو بيبقى زي كده. عادي مش هيف معي يعني. هو كده كده هبقى ادخله بعدين. ومديني هون نسختين. نوعين يعني انت عايز اللي هي. فانا اختاريب وقل له ناكست. وبعد كده بقول له اي اكسبت ليسنز. وبعد كده بقول له ناكست. وبعد كده بختار ده يا جماعة زي ما انتم شايفين الهارد بتاعي. تمام? اللي هو خمسمائة جيجا. تمام. فبضغط على وببدأ اكتب ما انا عايز اقسم بقى الهارد برضو بالمرة. كده الهارد مرة واحدة هو. ببدأ قسمه. هقول له مسلا اعملهولي آآ مثلا يعني انا عايزه يبقى على واحد مئتين وخمسين جيجا ومتين وخمسين جيجا. بس انا طبعا مش اكتب مئتين وخمسين. لازم اضرب في الف اربع وعشرين. او في الف على الهارد. يعني مئتين وخمسين الف. تمام? طيب. انا ضغطت هو قسمته كزا برتيشن. وبعد كده يا جماعة بقول له نكست. وبتبدأ تعمل تحصل يعني تتم اهي از ما احنا شايفين اللي هي عملية التستيب الويندوز. بتاخد معي مسلا عشر دقايق ربع ساعة ممكن نص ساعة. وممكن ساعة الربع كمان. ده بيبقى راجع لسرعة الرمى بتاعته والبروسيسور وقوته. وبعد جماعة ما بيخلص بيعمل وزي ما انتم شايفين. ترجمة نانسي قنقر. 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 دقاء نانسي قنقر. بابط من التقنقر. ويبدأ بقى يديني بقى الشاشة دي بيقول له عادي جدا. سكيب مسلا او بخش على. وببدأ بقى ايه? بقى هو بيقول وبكتب يا جماعة هنا اسمي. تمام? اللي هو اسم بتاعي. تمام? ممكن اكتب اسمي. وبعد ما بكتب اسمي ممكن لو انا عايز اعمل باسورد اوكي بكتبها. وطبعا لازم اعمل وممكن لا براحتي. وبقول له بعد كده بس كده جماعة هي بيقول لي هاي رسالة ترحبية وهتلاقيني خلاص دخلت على ودي الويندوز بمنطقة البساطة وما فياش اي مشكلة. ترجمة نانسي قنقر